للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلي مباشرة من لندن السيد حازم بن قاسم وهو رئيس قطاع الاستثمار المؤسسي لمنطقة أوروبا لدى انفسكورب أهلا وسهلا سيد حازم شكرا جزيلا على مشاركتك معنا حتى اليوم بدأت ترشح المزيد والمزيد من المعلومات عن هذا الفيروس الفيديا كما سمي ما الذي نعرفه حتى الآن وحجم الدامج أو حجم المشكلة مرحبا ندين وشكرا على الاستضافة أولا حسب معلوماتنا من الشركات الحماية الإلكترونية التي يملكها الهجوم الإلكتروني كان عشوائي استهدف الآلاف من الشركات من فوق من أكثر من 150 دولة الهدف منه هو الحصول على الفدية المالية حسب دراستنا وهذه مهمة في السنة الماضية 2016 شركات أجبرت دفع ما يقارب مليار دولار كفدية للقراصنة لتحرير سجلاتهم والكمبيوترز بتاعهم أخيرا لازم نقول هذه القراصنة هي كانت جريمة منظمة هذه ليست عمل شخص أو شخصين بس هذه عمل جريمة منظمة في العالم اللي هي في غرض واحد اليوم اللي هو الفدية المالية عندما نتحدث عن الفدية هل علمنا حتى الآن ما المبالغ التي ضفعت الآن وهل طبيعي أنه جهات حكومية مثلا وشركات عملاقة أنت دفع فدية بالفعل لتحرير المعلومات عن الكمبيوترات التي ضربت بالفيروس مثل ما قيلت السنة الماضية تقريبا مليار دولار ندفع هذه بالمقارنة مع تقريبا ستين مليون ندفع سنة 2012 في كثير من الشركات هذه أسهل طريقة للتخلص من المشكلة هذه في رأيهم أنه إذا بتفعلوا ألف دولار ألفين دولار المشكلة رح تمشي بس المشكلة أنه التعامل هنا مع مجرمين الجريمة المنظمة هذول قروب مجرمين إذا بيعرفوا أنه فرد أو شركة مفتوحة لدفع الفدية هذه رح تكون بداية وما رح توقف وهذه أكبر مشكلة اليوم وذلك عليش الحكومات يدعو الشركات لعدم دفع أي فدية وبإنستاذ ذات يحاولوها ويحاولوا كيف يحموا الحماية الإلكترونية لأجهزتهم ولمفاتهم قبل أن نتحدث عن الحماية اليوم عندما ينضرب كمبيوتر معين بيتأثر هل الديتا رتريفبل أم لا إلا إذا دفعت الفدية بصفة عامة الديتا رتريفبل يعني بصفة عامة هو إتسا فيروس حسبية مثل إتسا باسورد اللي هي بتلوكس الفايل إذا بتقدر تلقي طريقة اللي بتمشي حوالي الفايروس وتفتح الفايل بصفة عامة موجودة ولكن فيه فيروس الثانيين اللي هم بصفة نهائية يدليت الفايلز من السيستم بس الفايروس اللي هو انتشر في الأيام الماضية هو الفايروس اللي هو بس يبلوك اللوك الفايلز ولكن بصفة عامة يمكن استرجاعه وفي مايكروسوفت في الأيام الماضية بعتت باتشز للأوبراتينج سيستم اللي هي تسمح لفتح الملفات اللي انقفلت لماذا يحكى انه لم ينتهي الخطر انه هذا موضوع ايفولفينج ممكن ان نرى في احتماليات مشاكل اكثر آتية نادين هو بصفته ليه بيسموه فيروس لان الفايروس بيتغير لونه واشكاله ونوعه فالمجرمين الإلكترونيين كل مرة بيسكر باب بيحاولوا باب تاني مفتوح بيفتحوا باب تاني فذلك عليش الحماية الإلكترونية لازم تكون مستمرة وحتى إذا لقوا انتي فيروس اليوم لوقف الفايروس اللي انتشر الأيام الماضية رح يكون في فيروس جديد لأسبوع الجاي لأسبوع لبعضه حسب توقعاتنا وحتى توقعات الشركات اللي استثمرنا فيها كل يوم تقريبا في 12600 فيروس في الانترنت اكشلي واحد اكزامبل حلو اذا بتاخد كمبيوتر جديد تفتحوا تقريبا في معدل 12 ثانية رح يكون في فيروس دخل في اللابتوب اللي فتحته فذلك عليش الحماية الإلكترونية مهمة جدا جدا اليوم ما بس في الشركات بس كمان في الأفراد أي نوع من الحماية؟ كيف يمكن الحماية ضد هذا النوع من المشاكل؟ الحماية أولا تبدأ في الاستثمار في البنية التحتية الإلكترونية في الشركات هذه مهمة كثير اليوم الشركات في العالم بس في الدول الخليج في العالم تحتاج إلى التنسيق مع شركات ثانية عن طريق الانترنت ايميل وغيرها من البروغرام هذه أسهل طريقة للفيروسيز لدخول إلى الشركات فالاستثمار في البنية التحتية الإلكترونية هذه أهم استثمار أي شركة اليوم تسويها وثانيا اللي هو كمان مهمة كثيرة هي توعية الموظفين في كيفية استخدام الأجهزة الإلكترونية إذا إيجاكي إيميل من واحدنا بتعرفي قالك الإيميل يوان مليون دولارز يعني أكيد فيه شي غريب فأعتقد أن التوعية الموظفين وتوعية المستخدمين واحدة من أهم الطرق التي تتجلب هذا الفيروس حاسم إنفستكورب لديها استثمارات بمجال الحماية من السيبر أتاكس فهل لك أن تخبرنا ما الذي تقومون به بهذا المجال خاصة على صعيد المنطقة العربية صحيح أولاً إحنا في أوروبا وفي أمريكا واحد من أكبر المستثمرين في مجال الوقاية الإلكترونية في السنة 12 الماضية استثمرنا في أربع شركات في أوروبا واليوم في عنا 650 بروغرامر في أوروبا اللي هم في هدف هو تحصين الإلكترونيات الشركات بالإضافة ندين بدأنا بالتحصير لإدشاء مجلس الحماية الإلكترونية هذا المجلس سيكون يضم فيه خبراء في مجال مكافحة القرصنة وإن شاء الله هذا المجلس سيكون موجود للتعاون والمشاورة مع الحكومات والشركات في الخليج لحسن تطوير وتحسين دفاعهم ضد الهجوم الإلكتروني بالإضافة أخيرة نجب أن أقول إذا أنتم عاملين بأوروبا إلى أي مدى حصلتم على اتصالات بالأيام الماضية من شركات بخصوص ما حصل بخصوص الواناكراي ندين ثلاثة أيام اللي فاتوا حجم الاتصالات من العملاء مع الشركات اللي نملكها ارتفع بصبع أضعاف بس في ثلاثة أيام اللي فاتوا فالريسك هو الناس كلها خايفة منها وكل الزبائن والعملاء اللي نتعامل معهم شركات تتعامل معهم الاربع تيام ثلاثة أيام اللي فاتوا كنا نشتغل معهم بالإضافة إن شاء الله ندين يوم في سبتمبر مع المجلس التنمية الاقتصادي في البحرين رح نعمل رح يكون أول مؤتمر لبحث موضوع الهجمات الإلكترونية في دول الخليج وكيفية التصدي لهذا الهجوم أنا بشكر حضورك معنا سيد حازم بن قاسم رئيس قطاع الاستثمار المؤسسي لمنطقة أوروبا لدى إنفستكورب أهلا وسهلا بك